أمام كل مأزق يصطدم اللبنانيون وساساتهم بحائط مسدود لا تكسره إلا مطرقة خارجية لتشكل كوة لمرحلة جديدة دخلت البلاد منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في دوامة الخلافات الوجودية والجوهرية لتقسم اللبنانيين عمودياً وتزيده التباعداً لم تلحمه السنوات التي خلفت الحرب اللبنانية اتساع الخلاف بين اللبنانيين وبين السياسيه دفع البلد إلى الاتجاه في محطات عدة نحو الفتنة ومن هنا بانت الحاجة إلى حوار وطني يجفف الاحتقانات ويفكك صواعق الانفجار الكبير فكانت أولى حلقاته من إخراج الرئيس نبيه بري في الثاني من أذار عام 2006 عام 2007 كان محطة أليمة في ذاكرة كل لبناني وما تبعها من انشقاق شعي سني وفراغ الرئاسي فكانت الدوحة مكاناً ليجتمع القادة اللبنانيون على طاولة مستديرة برعاية قطرية وعلى وقع الرصاص والقضائف في بيروت والجبل بكركي لم تكن بعيدة عن دورها الوطني الجامع من عقد جلسات حوار ولقاءات مسيحية مسيحية جماعة الأقطاب الموارين الأربعة ومسيحية إسلامية لكن مقرراتها الموافق عليها من جميع المشاركين لم تغلب التطورات والمزاج السياسي الداخلي واليوم يطلب من كركي أن تعيد عقد جلسات الحوار المسيحي المسيحي لإنتاج إسمن أو مجموعة أسماء لخول الانتخابات الرئاسية هذا طلب الباسلين لم يلقى آذانا مزغية عند باقي الأفريقاء السياسيين لا سيما القوات اللبنانية عدا عن عدم حماسة البطاركية المارونية لإجراء جلسات حوارية جديدة ميؤوسا منها فهل تقترب بكركي من تدوين القضية اللبنانية وطرحها في مؤتمر يُعقد برعاية أممية؟ غبطه شايف أنه أولا الأولوية هي للحوار السنائي بينه وبين كل رؤس الأحزاب والكتال هذا الشي صار ولبل صار أكتر من مرة اللقاء العام الحوار العام بعده عم يتريس فيه لأنه لضمان نتيجته ونجاحه يعني ويكون فيه تلبية للدعوة من كل الأطراف علما أنه وصل أنه بعض الأطراف متريسة بنتيجته وطلبية الدعوة ما يطلبه صاحب الغبطة اليوم مش وصاية خارجية أبدا ولا وصاية دولية ولا استيراد قرارات خارجية إنما هو رعاية دولية لضمان جلوس اللبنانيين مع بعضهم الطلب بده يطلع من اللبنانيين أن نتيجة الحلول بتطلع من اللبنانيين من بعد ما مارسوا اتفاق الطائف ومع الأسف أسيق تطبيقه بما طبق ولم يطبق كاملا وبعد ما قدام كل استحقاق عنا أزمة كبيرة وعنا مشكلة منوقف عاجزين عن حلة بتبلش الإجتهادات ومنبلش يطلع لنا أعراف جديدة اليوم نحنا بس يأرضوا اللبنانيين مع بعضهم بيستعرضوا مشكلهم بيقدروا يقولوا يا عمي نحنا لا عم نواجه فراغ مثلا بسدة الرئاسة كل مرة عنا مشكلة تعاونا نتصارح ونشوف وين المشكلة إذا في شي بيستوجب وضع مهل لازم تنوضع ليش لا يعني مش ما في شي منزل وما في شي إنه هيدا المشكلة مش بالدستور المشكلة بسوق تطبيق الدستور مشاكل لبنان وقضاياه رفعت على مذابح الحوارات الدولية والاقليمية ونجح في تجاوز قراراتها والتنصل منها ولعل أبرز مثال اتفاق الطائف فهل فعلا يحتاج لبنان مؤتمرا دوليا أم معجزة إلهية؟ توني منصور قناة الجديد